اشتركوا في القناة هل الوحيد بالطائف محصول بالرئاسات الثلاثة ولا يجوز التمسك بأمور لم تدرد باتفاق طائف على مستوى الوزارات الرد والرد المقابل هل يؤشر إلى مشكلة على هذا الصعيد سيما وانه عن ما عمين حكى عن نتيجة الانتخابات يقال انه ثنائق الشيعي مع حلفاء ومعهم 43 نائب وهو ما يعرف بالثلث المعطل هل نحن باتجاه مطالب بشكل من الأشكال المتالة بالمرحلة المقبلة أكيد الموضوع المثالثة لو كان هناك مسعى لتحقيقه إلا أنه بوجود اتفاق الطائف والحرس من الجميع على اتفاق الطائف وخصوصا من قبلنا أنه اتفاق الطائف خط أحمر حيكون خطوة بالمجهول الإسرار عليه أما العودة إلى زمن السلث المعطل والتعطيل وإلى ما هونالك باتجاه هذا موضوع كمان اللبنانيين بطلوا قادرين يحملوه وهذا موضوع كمان بيصب مثل ما قالنا من شوي مسئولية أساسية عند العهد وعند رئيس الجمهورية أي شكل من أشكال الحكومة بتفتكره حيكون يعني حكومة خلينا ننطر ونشوف هلأ شوي البعض بيعلي السقف طبعه لتحسين شروط التفاوض لكن الأكيد أنه نحن كتيار مستعبال لن نرضى بتكريس أعراف جديدة على حساب الدستور وعلى حساب اتفاق الطائف كل شيء مفتوح للتفاوض ومن الطبيعة هلأ كل الأطراف ترفع السقف طبعه لتحسين شروط التفاوض بموضوع الحكومي لكن بعتقد ممكن يكون في مداورة بالوزارات ما في وزارة مسجلة على اسم جهة سياسية أو غير جهة سياسية دستور واضح دستور اتفاق الطائف واضح وهو خط أحمر بالنسبة لألنا ماذا لو أثر السناء الشيعي على هالموضوع؟ أي موضوع موضوع قصة الاحتفاظ بالتوقيع السالت ننشوف لوقت بأي خانة تضع إشارة الأمين العام للحزب وهي مركزت عليها أيضا اللواء اليوم للمعادلة الذهبية جيش الشعب والمقاومة منها مؤشر كمان أنه رح يسروا عليها بالبيان الوزارة؟ شايفة أنا بطلت جيش وشعب ومقاومة جيش وشعب وزعران حسب كمان توصيف جريدة الأخبار بنرجع له مرتين بدون يسروا عليها بدون نشوف أنه هالمقاومة فعلا بعدها مقاومة ولا لا بطلت مقاومة اللي شايفينه بسوريا واللي شايفينه بكتير مناطق هايدي بطلت مقاومة وبالتالي الأكيد البيان الوزارة حيبتدعو صيغة من الصياغ أكيد ترضي جميع الأطراف لكن لا تكرس واقع بهذا الموضوع تعليقك على افتتاحية الديار يلي اجت تحت عنوان التوازنات الجديدة تطيل الفراغ الحكومي وأول اختبار ونيابة المجلس نتمنى أنه ما يصير هيدا الشيء والرئيس الحريري كان واضح مبارح أنه إذا بده شكل حكومي حيشتغل على التشكيل الحكومي بسرعة وبالتالي أي محاولة حيلاقيه الرئيس سعد الحرير للمماطلة والتسويف والتعطيل قاله نحا امشي وسبق أو عمل هيدا الشيء بعد انتخابات الـ 2009 جرت لأشهر محاولة تعطيل تأليف الحكومي واعتذر الرئيس الحريري بوقته وعاد وشكل الحكومي بوقت سريع وبالتالي لن نقبل بأي محاولة لأحداث فراغ حكومي بالنهاية في حكومة تصريف أعمال لن يكون هناك فراغ حكومي وما حيتغير شيء سيد الحكومة العهد الأولى حسب ما قال الرئيس عون أنه من بعد الانتخابات هي معناتها الرئيس مشيل عون حيمارز دوره بهذا الموضوع عنده تقلو عنده احترام من الجميع أي قتلة ستكون بيضة القبان اليوم زميلنا علي حمادي بيقول المرحلة المقبلة رح يكون فيها صراع أكثر وضوح وعنف بين جبهتين كبيرتين أول جبهة المستقبل الوطن الحر العهد القوي والتانية كل الآخرين وحزب الله سيؤدي دور الحكم والناظم هل الحزب بيقدر يقوم بدور بيضة القبان بالمرحلة المقبلة؟ لا ما بعتقد بهذا الموضوع نحن إذا عمنا يعني ما لازم نروح لهذه الخلاصات هلأ بالنهاية في عملية سياسية في أمور بعدها ما كتير بيانت ما بدنا نكرس هذا الواقع يعني ما فينا نقول أنه يعني حزب الله سيكون الناظم لأرار كتلة تيار الوطني الحر أو لكتلة القوات اللبنانية أو لكتلة المستقبل أو للمستقلين اللي فيتقاء قادر يكون موجه لكتلته لكتلة الشخصيات اللي قدروا طلعوا بمقعد يتيم بالبقاء الغربي أو بمقعد يتيم بترابلوس أو بالضنية وإلى ما هنالك لكن لا يمكن أن يملي بالسياسة على جميع المكونات معملنا انتخابات تنوصل لهون النتائج الانتخابات هي فرصة للاقتصاد النكبة سؤال ترحته اليوم جريدة الجمهورية يعني وإذا كانت الرسالة بتنقرأ من عنوانها لنحنا جاءت مين على موسم صيف رح تكون تنقرأ من هذا الموسم اللهم هو ما بعد الانتخابات ما رح جاء كتير تهنئة بموضوع الانتخابات وأنجاز هذا الاستحقاء بعد تسع سنين اللهم هو ما بعد الانتخابات وخصوصا أنه سبقوا مؤتمر سادر اللي أمن فرصة جديدة لأنمهوض بهذا البلد المهم على كل الأطراف السياسية بالبلد أنهو ما يضيعوا هذه الفرصة مرة جديدة لأنه الفرص ما بتتكرر كتير والرئيس سعد الحريري عامل جهده أنه يجد تجتمع كل هذه الدول لدعم لبنان اللي هو بحاجة وبالتالي أملنا أنهو الأطراف السياسية شوي تنظر لهالبلد ترقف بالناس اللي بدها ترتاح اللي بدها سياحة اللي بدها اقتصاد اللي بدها فرص عمل وما تروح لشي اللي عم نقول عنه طلط معطل ومتالتة وتعطيل تشكيل حكومة وإلى ما هناك حرام بالمواقف الخارجية المستقبل اليوم ركزت على كون الشامسي والبخاري أول المهنئين بالانتخابات التشريعية ونقلت حتى عن البخاري قوله محافظة الألقاب بالطبع نريد أن نكون أول المهنئين للرئيس الحريري على فوزه في الانتخابات النيابية شو رمزية؟ هذا شي طبيعي يعني بالنهارة وهل بتقول كمان أنه نحن رح نرجع بالمرحلة المقبلة لما كانت عليه الأمور قبل بين لبنان والدول العربية؟ العلاقة بين الرئيس سعد الحريري والدول العربية وعلى رأس المملكة العربية السعودية والإمارات هي علاقة مميزة والرئيس سعد الحريري كان حريص بكل المرحلة الماضية على أن لا يكون هناك أي إساءة للدول العربية ولا المملكة العربية السعودية ولا الإمارات ولا مصر وبالتالي هناك تقدير من هذه الدول لرئيس سعد الحريري وأكتر من هيك هناك تسليم بزعامة الرئيس سعد الحريري بوش كل المشككين واللي كتبوا تقارير واللي هولوا أنه الرئيس سعد الحريري انتهى واللي مثل ما قلت باعه أوهام قد ما بدك لا هناك تسليم بمرجعية الرئيس سعد الحريري وبزعامته وهذا ما يعطيه دعم وزخم أكتر للانطلاق للمرحلة المقبلة اللي علاقة بتشكيل حكومة جديدة والانطلاق لمرحلة جديدة فقال أخير هل نحن بجزيرة معزولة يعني اليوم الأستاذ رفيق خوري قال لبنان من خارج الصراع الجيوسياسي في المنطقة وقد ما يكون في نائب النفس ما رح يقدر يتجنب مخاطر مواجهة إقليمية عندك تعليق على هالنقطة درنا بالهالسنتين الماضين من كل هايدي النار اللي عم ترتفع أصوات اللي قدر بأصعب وقت إنه يقدر يطف النار بالبلد وما يتخلي النار تتمدد لألنا أكيد قادر إنه يعمل هيدا الشي بالمرحلة المقبلة بس هيدا منرجع من أكد بده وفاق وتوافق بين كل الأطراف وهيدا مسئولية الكل وليس مسئولية طرف سياسي واحد مسئولية الكل أنه يحموا هيدا البلد ويرقفوا باللبنانيين ويخلوا هيدا البلد محمى بالتوافق ومحمى بمعجزة إذا بدك كل هالنار المشتعلة حوالنا وبتالي مسئولية أساسية على كل الأطراف يوم عاشية ظهر بتوقيت واشنطن بده يعلن ترامب قراره من موضوع الاتفاق النووي ماذا لو أرر وقفه وقررت إيران أن ترد عليه من لبنان إيران دائما تحاول ترد بالنيابة وبالواسطة بالمطارح تانية بس أستبعد هذا الأمر بأعتقد أي قرار يمكن يطلع عن الرئيس الأمريكي حيكون في تهيب إيران بكيفية قراءته وقراءة أبعاده وخصوصا بعد التطورات اللي صارت بالمرحلة الماضية على صعيد الدربة العسكرية اللي صارت لسوريا وبالتالي الأكيد الإيراني الذي استقوى بالاتفاق النووي واعتبروا أنه وكالي له للمزيد من الاستباحة والتدخل للدول العربية حي رجع حساباته بعد هذا الموضوع عبد السلام موسى منسع عامل إعلام تيار المستقبل يلايك وقت أطول خلص وقت اليوم بالحلقة أهلا وسهلا فيك معنا بكلام بيروت شكرا شكرا أيضا للمشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء في حلقة جديدة موسيقى 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 موسيقى